اشتركوا في القناة على عمق تسع كيلومترات تحت سطح الارض ولم ترد بعد اي معلومات عن اضرار او سقوط ضحايا جراء الزلزال وقالت وكالة انباء الاناظولة تركيا ان الزلزال بلغت قوته 6.1 درجات على مقياس ريختر مشيرة الى انه ضرب ولاية ملاتيا جنوبي تركيا من ناحيتها قالت ادارة الكوارث والطوارع التركية ان زلزالا بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر ضرب ملاتيا وشعر به سكان ديارة بكر يذكر ان تركيا شهدت زلزالا مدمرا في فبراير 2023 والذي ادى الى وفاة اكثر من 50 الف شخص واصابة الالاف بجروح مما تسبب في ضمار هائل البنية التحتية في عدة ولايات كما اجبر الزلزال سكان المناطق المتضررة على النزوح الى اسطنبول وانقرة ومدن اخرى داخل البلاد بحثا عن الامان